زين الدين بالعيد بازت في الاهلي؟ تمام رايح على بلجيكا فالاهلي اتجاهاته اختلفت من ضمنها اتجاهات محلية ثنائي زد محمد اسماعيل ومصطفى العش الاهلي بيسمع دلوقتي طلبات المالية من نادي زد علشان يشوف امكانية ضم احدهما او الاثنين في موسم الانتقالات الصيفي المقبل وربما زي ما طهر محمد طهر من اللاعبين القريبين من زد ربما ريدا سليم يكون من اللاعبين المطروحين على سبيل الاعارة في صفقة تبادلية قد تكون هي دي بتاعة زد نفسها على فكرة ريدا سليم لو راح فريق تاني وخد فرص اعتقد ان مستوها يظهر يعني اكتر لكن هو حتى الان الحقيقة لم يقنع الاقناع الذي كان منتظرا منه مع الاهلي رغم انه باين انه لعب عنده امكانيات كبيرة طيب بمناسبة اللاعبين الاجانب فنادي الخلود السعودي عارض 3 مليون دولار لضم أليو ديانج الاهلي عايزهم اربعة او عايزهم خمسة كمان طبعا خمسة ده ممكن تقول انه رقم كبير شوية فالوصول لاربعة هيبقى كويس ولو خلصت عند تلاتة اعتقد برضو القصة هتبقى بتتم في النهاية لان كولر نفسه ما عندوش اي مانع في رحيل ديانج في ناس كتبت النهاردة ومبارح طب بما انه اشرب بن شارقي لسه ما تحددش نديل اللي جاي منضم اشرب بن شارقي ده فيما يخص الاهلي اللي جاي بقى انه الاهلي لا يفكر في اشرب بن شارقي لأسباب مالية شايفين انه طلباته المالية كبيرة ارقامه اللي بيتقاضها كبيرة ولأسباب فنية انه شايف انه ليس في حاجة الى اللاعب باعتبار انه مش في نفس مستوى اشرب بن شارقي اللي كان عليه في الزمال وان كان ارقامه الحقيقة في الموسم اللي فات مع الريان كانت برضو ارقام كويسة جدا كان بيلعب اغلب الماتشات لعبها تسعين دي كان مسجل عشر تجوال وعمل ستة اسست لكن الاهلي يرى انه اللاعب مش في حساباته حاليا قيمة الزمالك قبل الفاصل البكرة لمواجهة فاركو في الدورة المصري الممتاز فاركو لعب مع الزمالك لسه من عشر تيام او اقل من عشر تيام اللي هي المباراة اللي قبل ماتشي الاهلي اللي الزمالك ما لعبوش وفاز الزمالك بهدفين اما قيمة الغد مدعمة ببعض الشباب مدعوما ببعض الشباب فيها محمد صبحي اللي لسه مجدد عقده ومحمد عواد اللي هينتهي عقده لكن لسه الموقف لم يحسم وعمر عبدالعزيز في حراسة المرمى في الدفاع حمزة المثلوسي حسام عبد المجيد احمد مجدي الشاب وعمر جابر بلا ظهراء ايسر لكن طبعا فيهم نبيل فيهم انداي اذا اراد الراجل فيهم عمر جابر اذا اراد الراجل ومحمد شحاتا اللي موجود في نص الملعب ممكن يبقى باك يمين عادي زي الماتش اللي فات والماتشات اللي فاتت دونجا زياد كمال محمد السيد الشاب عمر سا ياسر اللعب اللي شارك بديلا في المباراة الماضية وشارك قدام فارقه في الماتش اللي قابليه برضو ترابيز متيابة وسيد عبدالله نمار ناصر ماهر عبدالله السعيد محمد عاطف الوجوم اوباما ومصطفى شلبي واحمد مصطفى زيزو اذا الغيابات كثيرة وهي شيكبالة من زمان غايب من 21 ابريل من بعد من قبل الكمفدرالية النهائي بسبب اصابة بمزقف العضلة الامامية المشكلة في تطوير الاصابة هو ان العضلة التئامها بطيء دي المشكلة احمد فتوح بسبب اصابة في كحد القدم سيف الجزيري بسبب اصابة في الخلفية وهي نفس اصابة سيف جعفر ونفس اصابة مصطفى الزناري اللي برضو غيابه مطول من قبل نهائي الكمفدرالية سامسون اكينيولا لسه مرجعش مصر ناصر منسي عضلة خلفه